اشتركوا في القناة وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بالإضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية بما يحقق النفع للبلادين والشعبين الشقيقين وعرب صاحب الجلالة عن تطلعه بأن تسهم زيارة جلالة السلطان إمراهيم في فتح أفاق جديدة للتعاون ومد جسور التواصل الثقافي والسياحي إلى جانب تطوير مجالات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين وأكد جلالته أن الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين على خطوط التجارة العالمية وما توفره من تسهيلات وإجراءات ميسرة للمستثمرين ورجال الأعمال جعل منها وجهة مفضلة لمختلف الشركات العالمية في كافة المجالات لاسيما التجارية والاقتصادية منها كما أكد جلالته أن مملكة البحرين وماليزيا شقيقة هما بلدان متحضران ولهما تاريخ وحضارة وعريقة وإحرصاني دائما على استمرار تطوير التعاون المشترك على كافة الأصدى وأكد العاهل المفدى وضيف البلاد أهمية زيادة فرص الشراكة بين الرجال الأعمالي والقطاع الخاص لفتح أفاق أرحب للعلاقات الثنائية المتطورة من جانبه أشاد جلالة السلطان إبراهيم بما تشهده البحرين من نهضة تنموية شاملة وتطوير مستمر في كافة الميادين بفضل قيادة جلالة الملك المفدى وعرب عن اعتزازه بالنتائج الطيبة لزيارته للمملكة والمباحثات المثمرة التي أجرها مع جلالة الملك المفدى والتي سيكون لها مردود إيجابي في تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري والاستثماري مجددا شكره وتقديره لجلالة الملك على دعوته الكريمة وحفاوة الاستقبال الذي حظي به ترجمة نانسي قنقر